سأتعالوا الروح للوقت عشان نتابع آخر الأخبار والمستجندات في النادي الأهلي بفروع المختلفة وفرق المختلفة والنشاطات المختلفة مع الزميلة العزيزة ماريوم ساميحة المتواجدة في مقار النادي الأهلي بالجزيرة ماريوم صباح الخيرات تتفضل يا صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك أنا واندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة ده طبعا علشان يعني أقول لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي سواء الرياضية أو الاجتماعية خليني في البداية نقول لكم يعني الأجواء داخل المقر الرئيسي بالجزيرة الحقيقة إن الإقبال من قبل الأعضاء يعني أكثر كثافة عن الأيام الماضية كمان درجة الحرارة داخل المقر يعني يمكن بتتروح ما بين 24 ل 27 في الساعات المقبلة كمان يعني يمكن الشوارع المحيطة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة للأسف بها زحام في الطرق الرئيسية سواء محور 26 يوليو أو محور صفت اللبن وكمان يعني الشوارع المحيطة سواء محيط أصر النيل أو الدقي وده طبعا بسبب يعني بدء الدراسة منذ أيام قليلة خلينا بقى نتكلم عن الأجواء يعني منذ أمس ومستمر هذه الأجواء إلى صباح اليوم ده طبعا يعني بينتاب أعضاء الجمعية العمومية ثقة كبيرة جدا بعد المؤتمر العام اللي أقاموا مجلس الإدارة تحت قيادة كابتن محمود الخطيب الحقيقة إن الأعضاء هنا بيتكلموا أو أحاديث جانبية في كل أروقة المقر الرئيسي بالجزيرة طبعا عاقب المؤتمر يعني عندهم ثقة بسبب أنه هم يعني وضعوا ثقتهم في مجلس إدارة منتخب الحقيقة أنه هم شافوا مبارح كشف حساب قدموا مجلس الإدارة متعلق ب يعني كل التفارات الانشائية كمان كلم كابتن محمود الخطيب عن كل ما يتعلق بالميزانية المالية المتعلقة بالنادي كمان الإنجازات والبطولات الرياضية كل ده يعني الحقيقة أعطى ثقة كبيرة جدا والأعضاء عارفوا لليهم واللي عليهم كمان ويعني مظاهرة الحب اللي كانت بدأت المارح عاقب إعلان كابتن محمود الخطيب ترشحه لمدة أربع سنوات مقبلة الحقيقة أن هذه المظاهرة يعني مظاهرة الحب مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ده طبعا بسبب أنه هم شافوا قد إيه كان فيه إنجازات لمجلس الإدارة وكمان أن هذه الإنجازات ستستكمل بعد يعني انتخبهم أربع سنوات مقبلة خلينا بقى ننتقل لأبرز يعني أخبارنا وأخبار الفرق الرياضية وعلى رأسهم كمان الفريق الأول قرة القدم تحت قيادة مستر بيسو مسماني الحقيقة بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد عودة الفريق فجر يوم الأحد من النيجر بعد ملاقات بطل النيجر الحرس الوطني ويعني الحقيقة كانت إلا نتيجة واحد واحد لكل من الفريق أو التعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريق يعني النهاردة هتستكمل تدريبات الفريق الأول قرة القدم التجمع هيكون فيه تمام الساعة الثالثة عصرا والمران هيبدأ بعديها بساعة فيه تمام الساعة الرابعة النهاردة الحقيقة أن مستر بيسو مسماني هيتكلم أو هيكون فيه محاضرة مع اللاعبين عن كل الأخطاء اللي تم ارتكابها في المباراة المضيدة طبعا استعدادا لمباراة العودة واللي هتقام إن شاء الله يوم السبت فيه تمام الساعة السادسة مساء على سيد الأهلي والسلام في دور 32 لدوري أبطال إفريقيا طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الأهلي ننتقل بقى دلوقتي لأخبار الفرق الرياضية الأخرى والبداية طبعا مع سيدات سلة الأهلي تحت قيادة المدير الفني كابتن علي هاشم الحقيقة إن هم اكتسحوا نادي الظهور في مباراة أمس ضمن الجولة التانية في المجموعة التانية لدوري مرتبط سيدات السلة للموسم الحالي 2021-2022 ده طبعا بنتيجة 96-32 طبعا قدموا مباراة قوية جدا أمام نادي الظهور وده كان سبب طبعا اكتساحهم للمباراة فعلا كان فيها هيمانة كبيرة جدا من بداية المباراة وحتى نهايتها وطبعا يعني هيقابل الفريق إن شاء الله النهاردة نادي الجزيرة كمان خلينا ننتقل يعني كمان في منافسات الدور الأول بطولة دوري ممتاز ألف لتنس الطولة رجال فاز الأهلي كمان في مجموعته بالبطولة المقامة في الإسماعيلية فاز الأهلي على أسوان بنتيجة 3-0 كمان يعني ستنطلق مسبقة الدوري ممتاز ألف سيدات بعد غد الخميس طبعا الموافق 21 من أكتوبر في النهاية بقى خلينا نتكلم عن يعني الدور المجتمعي والإدارة التنفيذية بالتعاون مع وزارة الصحة النهاردة لليوم الثاني على التوالي هتستكمل المجموعة الثانية طبعا الأعضاء هيحصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بعد طبعا ما حصلوا على المجموعة الأولى من الأعضاء كانوا حصلوا على الجرعة الأولى في شهر سبتمبر أو أواخر شهر سبتمبر الماضي كمان يعني الإدارة التنفيذية بالتعاون أو التنسيق مع وزارة الصحة حددوا أربع أيام خلال الأسبوع المقبل ده طبعا علشان يعني المجموعة اللي حصلت على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا يحصلوا على الجرعة التانية وهتكون الأيام دي يوم عشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين وثمانية وعشرين أكتوبر الجاري هيكون بمقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة وده طبعا ضمن الخدمات اللي بيقدمها النادي الأهلي طبعا حرصا على السلامة المجتمعية لأعضاؤه دي كانت كل أخبارنا هنا من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة بشكركم جدا العودة لكم مرة أخرى نحن اللي بنشكر الجزيرة الشكر على هذه التغطية المتميزة ولسه مكبيرين مع حضراتكم بسلسلة أخبارنا ترجمة نانسي قنقر